اشتركوا في القناة من نجاحات وانجازات اقتصادية شهد لها كافة الجهات الدولية المختصة موضحا ان استمرار مصر بذلك الاداء سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطبا للتنمية في محيطها الاقليمي بل والعالم وفي هذا السياق اكد السيد الرئيس ان النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها ان تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة ارادة الدولة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتسجيل تلك المؤشرات الايجابية وهو الامر الذي يمثل دافعا محفزا للدولة للاستمرار في العمل وجهود التنمية في كافة المجالات ومناح الحياة لتوفير مستقبل افضل للاجيال الحالية والقادمة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي بمقر اقامة سيادته في باريس السيد ايريكا ترابيه الرئيس التنفيذي لشركة داسو للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرفال الحربية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة داسو في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد على احدث النظم التكنولوجية والفنية من جانبه اعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الامنية والدفاعية والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والامن في محيطها الاقليمية فضلا عن دورها الريادي في اطار الجهود الدولية لمكافحة الارهاب من جانبه اكد السيد الرئيس على ضخمة التحديات التي تواجه المنطقة الامر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام احدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الامنية والدفاعية وهو نهج استراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ على امنها وسلامة اراضيها وحدودها ومقدرات شعبها بما ينعكس على استقرار وامن شرق المتوسط والشرق الاوسط باسرهما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة